اهلا بحضراتكم من جديد ومتواصلين معاكم في حدودة الاحتواء لكن المسائل عدت الاحتواء شوية لانه فعلا فكرة الازدواجية الشديدة والواضحة جدا في عملية المعايير في التحكيم اعتقد من دلوقتي الدنيا واضحة جدا الاخطاء ماشية ازاي امبارح في مباراة الزمالك وفيوتشر شفنا عبدالشافي الكابت محمد عبدالشافي لانه راجل محترم وبقية المسائل تتقيم بالسلوك يعني انت سلوكك كويس من حقك تغلط وفيه هناك ما يشفعلك نيتك لا ما كانش في نيته عبدالشافي يتهور بالشكل ده عبدالشافي بلعب ما بياخدش انظارات فيرجع المعلق لاحصا فيلاقيه واخد انظارات كتيرة مش معنى ان الراجل ممكن بياخد انظارات فنية نتيجة التحامات لكن الكرة زي دي وهو مع كريم ندفة امبارح اللي حد من المعلقين او من المحللين قالك لا فيها قدر عالي من التهور شوفوا دلوقتي امبارح لما حللوها قالك اصر رجل وصلت للكرة ومن شوية شوفنا كابتن ساميرو عثمان عن فيه مباراة الالي قالك لا مع العبرة مش وصل للكرة افرد وصل في الكرة وصل للكرة وكمل في رجل المنافس ما هو ده ازأ او درجة عالية من التهور الكرة دي ما حصلش فيها الغريب جدا انه الفار استدعاه والفار لما بيستدعيه لانه حكام الفار جوه في القوضة شايفين انه فيه تمت طرد يجب ان يحدث انت متخيلين ان الحكم يروح يشوفها وييجي يدي كارتاصفر يعني دي برضو غريبة تانية انت يا عم الحنفي واحنا قلنا قبل كده مباراة زي كده لما تحط الحنف او تحط معروف يبقى الموقف معروف وواضح واضحة جدا انه لو شفته حالات كتيرة هتشوفه اداء الحكام دول بالذات في مباراة زي كده ماشي ازاي لكن يرجع يدي له كارتاصفر طب يعني انت من الاول ما كنت شايف حاجة خالص قالك لا فيها كارتا احمر خفضت المنسوب العقوبة شوية لأصفر هو ده حالة الاسدوجية في المعايير لانه لو نفكركم اليو ديانج لما الفاربي يستدعي الحكم في مباراة الجنب ومطارد اليو ديانج نفكركم بيه طبعا ادي انذار التالي هنا بقى انا حايز اقول الحاجة هو هنا الحاجات دي انا حايز اقول الحكم في المباراة وبيجري من المستحيلات انه يقدر حد لازمك لكن لو ما كانش عنده انذار وعدل الفارك بطرد مباشر طبعا هنا ده قرار صحيح من يعني الفار مقدرش يتدخل خلاص لانه واترد ما مش هيتدخل طيب ده الاسماعيلي وكان عنده انذار الجونة بقى نفس الحكاية تدخل الفار واحنا هنا بنتكلم على سلطات تدخل الفار ليه لما مع العيبة القالي بيتدخل وبيتسمع كلامه وفي حالات اخرى بيتطنش عليه نشوف ديانج مع الجونة هونا ليه بنجيب كده عشان بنقول ان الفارلا ما يستدعيك عايز يستدعيك وريلك حالة صارخة مش حالة تدي فيها انذار كان ابراهيم نور الدين في الجونة كان ابراهيم نور الدين في الجونة وفكرة انه اصله لمسها فما يعتبر لا الكرة كان ممكن فعلا جات في قصبة رجل كريم كانت ممكن تأذيه طب انا قلت كابتن محمد معروف وعشان اكون برضو مش متجني طبعا فاكرين انتو النطة والاحتفالية بتاعت معروف كرة للزمالك لكن يا سيدي سيبك من رأينا احنا روح لرأي كابتن جهاد جريشا وهو واحد يعني لسه الرجل قالع الشرطة والفانيلا لسه بحموته عن مباراة الزمالك والسيراميكا نشوف الكابتن جهاد جريشا سجليه على الكابتن محمد معروف في مباراة الزمالك مع سيراميكا القرار واضح وصريح مسك ودفع في نفس اللعبة هي عبارة عن دفع من اللعب 24 زمالك مسك من رقم 3 طريح حامد والدفع من اللعب رقم 24 المسلوسي وبالتالي ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب الغريبة في اللعبة ان حكم الفار ما استدعاش الحكم عشان يشوف اللعبة دوله فرصة تانية يقيم اللعبة ويشوفها اللعبة ديكت في ديئة 91 ديئة 91 يعني مؤثرة جدا في نتيجة المباراة كان زمالك متقدم 1 صف وبالتالي في ركل جزاء لم تحتسب لسيراميكا الحقيقة هي غريبة بس بقيت مش غريبة لانها متكررة مما يدول لكن الخطأ واضح والغريبة ان الفار ما تدخلش مش هتدخل لانه هو عشان واضح عشان واضح ومعروف عشان خطأ واضح ومعروف وده رأيي كابتن جهد جنيشة كمان رأيي كابتن احمد الشناوس نشوف خش على الحالة اللي بعد كده وهي حالة راكل الجزاء هل في راكل الجزاء ما فيش راكل الجزاء طبعا معروف قريب لكن ما يشوفهاش لكن الفار انا عايز اقول ليه ما ندلوش نشوف انا ما يحسبش بص اللاعب النهاردة مسك رساب نمشي بص بقيت ابي شد تاني وبعد انجابه ازاي التاني جي بص الايد والدفع بتاع المسلوسي بص ايده بيزق ازاي بايده خلاص اذا فيه دفع اسقطه خلاص هنا باعتقد ان الخطأ موجود وكان لابد من احتساب راكل الجزاء طبعا كبتش انه احنا هنا بنعرض صورة عشان الحقوق لكن كبتش انه كان بيعرض حركة يعني شايف اللقطة مرة واثنين وثلاثة من اكتر من زاوية او كل المحللين اللي اكدوا على ضربات الجزاء التي لم تحتسبوا حتى حتى الموقع بتاع سيراميكا قالوا يعني طبعا حسبتوا مبارح دي دي ضربة جزاء ما حسبتناش اللي اوضح منها لينا ليه ليه صحيح على بلاطة كده يعني هي الفكرة عشان سيراميكا بس على بلاطة يعني هي الفكرة انك انت طيب يا سيدي انت بتدي الزمالك حقق ويدي الناس حققه ايوه مهبار عشان سيراميكا كان قدام الزمالك لو الوضع معكوس كان الزمالك يعني لو اللقطة دي لصالح الزمالك كان حيخدها بالزبط وده اللي احنا بنقوله يا جماعة احنا مش بنطالب انك تسلب الزمالك حقه اطلاقا ادي له حقه مدام ده مستحق ودي الاهلي حقه ودي سيراميكا ودي البنك الاهلي حقهم لكن كمان حتى غزل المحلة يا عم ادي غزل المحلة حقها قدام الزمالك بشهادة شهود اشناوي واجهات جريش وبص بقى اللعب بياخد الكرة تاني هو ما خدش الكرة نرجع على لطة دي هادهب ارجع على لطة هو بياخد الكرة اللعب بياخد الكرة بص يا كابتن نمشي بقى نمشي لما هو بياخد الكرة تاني او بس نعف عليه لو هو لو هو قبل الكرة دي لو خد الكرة بعد كذا أقف أي انتجاه تاني استمرت اللعب لكن خلاص بعد كده انتهى انت عاقت لخدت الكرة ولا عملت حاجة وأعاقت حركتي من أنه نوصل للكرة بتاعتي أنا بلعبها وأنت منعتني من ونصوليها فبالتالي هتقول لي إن اللاعب حركت جسمه الميكانة بتاع الجسم والكلام ده كله فكرة القادة ما فيش الكلام ده حركتك أنت مسؤول عنها إن أعاقت عطوا عاق إن ما أعاقتش مش هتعاق فبالتالي هنا العاقة واضحة دي معنا عاقتين في لقطة واحدة الحاكم شافها وما اقتنعش بيها مع حاكم الظهر نوصل كده مع بعض رجل عواد أولا مع رجل المهاجم وبعد كده الإعاقة بالرجل بعد كده بالإيد بعد كده من عواد في الرجل معي هيت رجل عواد الشمال مع رجل المهاجم الشمال وبعد كده الإيد الممتدة بتاع العواد عامد آقة ثانية وواع المهاجم لكن الحاكم لما شافها في الظهر هو عداله كم مرة عندنا عاقتين الرجل والإيد يعاقى مزدوجة من حارس مرمى الزمالك مع مهاجم غز المحلة الحاكم لما شافها ما اقتنعش بيها لكن في الآخر دي ركل الجزاء صحيحة لفريق غز المحلة لم تحتسب في الشوت الأول طيب الزمالك بقى هو بياخد سبع ضربات جزاء من تسع ماتشاة ولا من عشر دلوقتي طيب هو يستحقه طيب كم ضرب الجزاء قلنا لكم عليها دلوقتي لم تحتسب على الزمالك أمام المنفسين الموضوع مش قضية زمالك الموضوع قضية الحاكم هو أنت يعني حب نفسك لأن ده في الآخر انت بتقيم من زمالك دلوقتي ما بقاش الدنيا هتعد كده وده تاريخ في الآخر الناس هتقول لك عملت وعملت 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 فالحقيقة يعني المحلة دي السنة اللي فاتت وضع مننا يعني الدوري ما احنا خسرنا اي واخد بالك هناك كلينا ضرب الجزاء والجون اللي جاي فينا مش فاول أصلا وفي حال الطرد واضحة سريحة سريحة لم يعني اللاعبه انفرد ومدافع المحلة بيشدوا وما معهوش حد تاني يعني منه لجون كون تلات أخطاء مؤسرين في نتيجة المباراة وكلها ضد الأهلي نفس المحلة هي هي ليها بقى أخطاء لصالحة أمام الزمالك ما بتاخدهاش يبقى مش مقصود مجاملة المحل لا المقصود مجاملة الزمالك عرقالة الأهلي ودعملة الزمالك المنافس وهنا خلاصة المسألة ديت يا جماعة بعد كل الحالات اللي انتو شفتوها واعتقد احنا ما بنتكلمش كلام مرسل ولا اتهامات جزافية احنا بنتكلم على وقائع سابتة مش برأينا وده اللي دايما منهج ملك وكتابه احنا بنتكلم على الصورة ورأي خبراء التحكيم بشكل واضح وصريح ان هناك حالة من الحول في تقدير الأخطاء اللي بتحصل بتشوف حاجة وما بتشوفش حاجة المعايير مش واحدة ما عندكش مصطرة واحدة ده اللي احنا بنأمله ونتمناه على لجنة الحكام في تشكيلها الجديد اللي هيعلن يا جماعة ادي زمالك حقه ودي الأهل حقه ودي المحلة ودي طن ودي كل فريق حقه القانوني انسى حكاية ان انا مرة ألاقي الفار ناشط وشغال ومنتبه ويطلع وتعالى ويحفر ويبص ويطلع ويطر الديانج ومرة يتغادى عشان يحاسب بالنواية السنة اللي فتت المصر ايه اه اللي تحاسب عليه ضرب الجزاء في اخر ثانية في الماتش وهو له فاول قبليها يعني في نفس اللعبة لو بدأ اللعبة من اولها ما يعملش كيف الفار يندهله ووري له اللامسة وموريه وموريهش الفاول يعني للأسف نتمنى ان الكلم يكون واضح وصريح وكفاية احتواء كفاية احتواء بجد اشتركوا في القناة